اشتركوا في القناة 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 الناس استبشرت خير والكال كان متحمس ان يجربها لكن صدمنا لاحقا انها تأجلت من جديد نادر جدا ان اللعبة تكتمل ثم تتأجل لذلك الناس حسوا ان في حاجة غلط لاحقا صدرت اللعبة فعليا في نهاية 2020 والصدمة كانت ان اللعبة رغم تألقها في جوانب كثيرة الا انها كانت مليئة بالاخطاء التقنية في جميع نصخها الشركة قدمت اعتذارها للجمهور وصار لها موقف غريب اخر ونادر بحيث ان سوني قررت سحبها بمتجر بلاي ستيشن بعد صدورها ورغم ان الناس كثير شاروها اللعبة طبعا رجعت مؤخرا لمتجر بلاي ستيشن وهذا بعد كمية تحديثات كثيرة تم توفيرها للعبة تحل عديد من المشاكل منذ صدورها ولازال الجمهوري ينتظر نسخة الجيل الجديد اللي متأملين انها بتكون بأداء أفضل بشكل عام واللي مخطط رح تصدر في النصف الثاني من عام 2021 اذا موسك من خبر خدمة جي فورس ناو السحبية الرهيبة للألعاب وصلت السعودية وزين هي مزود الخدمة الوحيد حاليا لها وبتكون عبر باقات انترنت 5G هوم من زين ومعاها مزايا اضافية مثل اشتراك أو اس ان وهذه اشتراكات مجانية مدى الحياة طالما انك لازلت مشترك في باقات زين 5G وتقدروا عن طريق الرابط الفي دسكريبشن تعرفون اكثر على الباقات ومزاياها ننطق الان للعبة التالية وهو لعبة ثريل كل هذه اللعبة اللي صار معاها شي عجيب وتخيلوا مين الشركة الناشرة لها مفاجأة شركة اي اي ما تلاحظوا ان اي اي تواجدها معانا قوي اليوم شكل مدراء يحبون التاجيلات عموما نرجع للعبة هي عبارة ان لعبة قتال كان مقررة تصدر لجهاز بلاي ستيشن 1 اللعبة حسب احد المبرمجين كانت مكتملة بنسبة 99% لكن اي اي قررت انها تلغيها بالكامل السبب هو ان اللعبة كانت عنيفة جدا ومفروض ما في احد يلعبها طبعا اي اي كانت متفشلة جدا من محتوى اللعبة لدرجة انها رفضت تتعدلها وتنزلها لاحقا وتواصل معها ناشرين اخرين انهم يبغوين يشترون حق اللعبة منهم ويشترونهم نفسهم وايضا شركة اي اي رفضت وقالت الشركة وقتها ان اللعبة هذه المفروض ما تنزل ابدا سواء نشرناها او شركة غيرنا نشرتها طبعا المطور لاحق ان اصدر لعبه اسمها ووتار شاول الستايل وكانت تقريبا مشابهه تقنيا بشكل كبير جدا للعبة therapists ثريل كل حسب تصريحات اللي سمعناها Student Miss力 واخل اللعبة معانا هي لعبة NBA Elite 11 اي 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 لازم اي اي تثبت وجودها بشكل قطعي معانا اليوم طبعا EA معروف أنها ملكة ألعاب كرة القدم رياضية وحتى الكرة القدم الأمريكية لكن في رياضة معينة هذه الشركة تعالي معها منذ الأزل وهي رياضة كرة السلة الموضوع بشكل جزئي أن منافسهم 2K يقدم لعبة أفضل منهم سنويا لكن أيضا EA جابت العيد كثير بتطوير اللعبة في 2010 الشركة كانت بصدد إصدار الجزء المسمى NBA Elite 11 اللعبة تخيلوا كانت جاهزة وبتصل لدرجة أنها وصلت المتاجر لكن EA فجأة أعلنت تأجيل اللعبة وبعدها بفترة أعلنت إلغاءها بشكل نهائي اللعبة تسرب منها بعض النصف والمتوفرة بشكل ناذر جدا طبعا أكيد الناس والعلمين كلهم سألوا EA عن سبب إلغاء المفاجئ الحلو في الشركة أنها قالتها بكل صراحة بدون لف ودوران في نهاية المطاف اللعبة تكون سيئة جدا يعني شركة بكبرها معترفة بسوء اللعبة المصيبة ليش انتظروا لآخر لحظة عشان يقتنعون بهذا الشيء ما ندري لكن عموما من EA لا زالت تحاول تعيد حياء السلسلة وتنافس NBA 2K من جديد ما كان فيه نسخة 2020 من السلسلة وشركة EA قالتنا مركزة جهودها عشان تعيد انطلاق السلسلة بشكل مشرف على أجهزة الجيل الجديد من الألعاب هل هذا الشيء بصير فعلا؟ ننتظر ونشوف وهذه كان نهاية حلقتنا لا تنسونا بالشتراك بالقناة واللايك يا حلوين ونشوفكم على خير كما عكبت الشيحة مع السلامة